إلى ذلك شارك عشرات من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في تظاهرة أمام مقر المحكمة العليا في واشنطن تنديدا بقرار رئيس دونالد ترامب الخاص باللاجئين وحظر السفر وكالة أنباء أوردت أن من أبرز النواب المشاركين في التظاهرة زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وفي كلمة لها أمام المحتشدين دعت بيلوسي إلى الوقوف ضد إدارة ترامب وصفة قرار المنع بأنه غير أخلاقي في حين رفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات مناهضة لقرار ترامب مثل ما فعله الرئيس لم يكن دستوريا